موسيقى طيب الله وقتكم مشاهدين الكرام نشرة مفصلة من يمن شباب وتتابعون فيها في عاشر أيام العملية العسكرية الجيش يقترب من قطع طريق تاعز الحديدة ويتقدم في عدد من جبهات القتال بشمال وشرق المدينة موسيقى مصرع أكثر من عشرين حوثيا بينهم ثلاثة من القيادات في كسر الجيش هجوما للميليشيات على المتون في محافظة الجوف موسيقى وفي النشرة أيضا الدفاعات الجوية للتحالف تعترض صاروخين باليستيين اطلقتهم الميليشي الإيرانية على محافظة مأرب موسيقى موسيقى أهلا بكم إذن البداية من تاعز ففي عاشر يوم من أيام العملية العسكرية لفك الحصار عن المدينة واستكمال تحرير المحافظة أحرز الجيش الوطني اليوم تقدما كبيرا على مختلف جبهات القتال في المحافظة حيث تمكن من تحرير عدد من المناطق بجبل حبش غرب المدينة ليقترب من قطع طريق تاعز الحديدة التي تستخدمه الميليشيات الحوثية في نقل الإمداد لتموين معاركها ضد المدنيين في محافظة تاعز هذا وقال رئيس عمليات اللواء 17 مشاهل عقيد عبد حمود الصغير قال إن أبطال الجيش الوطني عازمون على مواصلة عملياتهم العسكرية وصولا إلى قطع خط إمداد ميليشيات الحوث الإيرانية المتمثل بطريق تاعز الحديدة بعد تقدمهم الكبير الذي حققوه في مدرية جبل حبشي وأكد القيادي عبد حمود في مدخلة له على قناة يمن شباب أن الجيش تمكن من تحرير مناطق الصفراء والقاعدة وشرف العنين وقلعة المنارة التي تعتبر الآن الخط الفاصل بين الجيش الوطني وميليشيات الحوث الإيرانية مشيرا إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة بمنطقة وهر والعنين حيث تستميت الميليشيات في محاولة منها لاستعادة المناطق التي سيطر عليها أبطال الجيش الوطني وقدم حمود شكره للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة دولة الإمارات المسندة للجيش الوطني وفي وقت سابق حررت قوة الجيش حي الشجرة وعدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في محيط جبل الوعش شمال المدينة كما حررت قوات الجيش منزل محمود دائل وحارت جامع الشجرة والمنازل المجاورة له والتي استخدمتها ميليشيات الحوثي أو كرا لها مما سيسهل السيطرة على جبل الوعش وصولا إلى الستين أبناء الجيش الوطني ونشد على أيديهم فقد دقت ساعة الصفر وتم التحرير مساحات كبيرة من مدينة تعز وعلى وجه الخصوص مديرية الصلو قنوب شرق المدينة وأيضا في شرق المحافظة الشباب وأبطال الجيش الوطني في اللواء 22 حرروا تبة الكريفات وهم الآن على مشارف تبة القعشة والسلال وبإذن الله عز وجل سيصل الشباب إلى الحوبان كما أن القبهة الشمالية أيضا قامت بتحرير حارة الكهرباء وهي الآن محاصرة لقبل الوعش وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة ستسمعون خيرا بإذن نبقى في تعز أيضا حيث لقيت ثمانية من عناصر ميليشيات الحوث الإيرانية مصرعهم في استهداف الجيش الوطني لتقم عسكري تابع للميليشيات شمال المدينة وأوضحت مصادر ميدانية بأن مدفعية اللواء 22 ميكا استهدفت تعزيزات عسكرية بالقرب من وستوصف السلطان أسفل عصيفرة بالجبهة الشمالية ما أدى إلى تدمير تقم ومقتل جميع من كانوا فيه وسط صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تواصل ميليشيات الحوث الإيرانية قتل المدنيين في تعز بدم بارد حيث استشهد طفل وامرأة ومدني ثالث بقذائف ميليشيات الحوث التي تطلقها على الأحياء السكنية والقراء الآمنة في محافظة تعز وريفها وقالت مصادر طبية أن الطفل ريان مجيب 11 عاما استشهد بقذيفة أطلقها الحوثيون على حي صالة شرق مدينة تعز فيما استشهدت الشابة بغداد حزام جراء قذيفة حوثية أخرى استهدفت الأحياء السكنية في منطقة شعب الدبأ شرق المدينة وفي وسط المدينة استشهد مدني ثالث بقذائف الميليشيات التي تطلقها أو يطلقها الإنقلابيون من مناطق تمركزهم في مناطق الحوبان وتبتي السوفتال والسلال إلى محافظة الجوف حيث لقي أكثر من عشرين من عناصر ميليشيات الحوث الإيرانية بينهم القيادية البارز أبو محسن شايع والقياديين الميدانيين بالنسعى وبالمنيف لقوا مصرعهم في معارك عنيفة في مدرية المتون نقف الآن في منطقة مزوية وبالتحديد في موقع الحزمة في جبهة المتون هذه المواقع التي دارت فيها معارك عنيفة ليلة البارحة حاولت الميليشيات الإنقلابية الوصول إلى منطقة مزوية والسيطرة عليها وحشدت أكبر عدد من مقاتليها وجمعت الجمع الغفير لكنها باءت بالفشل في كل محاولاتها للوصول إلى منطقة مزوية لنستطلع أكثر ونعرف أكثر حول هذه المعارك التي دارت في هذه المنطقة وفي منطقة مزوية نلتقي بالناطق الرسمي العقيد عبدالله الأشرف يحدثنا حول مدار من معارك وهزيمة لنكراء للميليشيات الإنقلابية في منطقة مزوية بسم الله الرحمن الرحيم ليلة هدامية ليلة جهنمية حشد لها الميليشيات من كل حدب وصوب لاجتياح منطقة مزوية وتقدموا في أول بداية المعارك حتى أنهم وصلوا إلى عمق مزوية ولكن بفضل الله عز وجل وبفزعة الأبطال الذين ساندون في بداية الاشتفاكات تم دحرهم وتم التنكيل بهم تسللوا ونكروا ببيوت المدنيين هذه البيوت المدمرة كما تشاهدون بيوت خلف خطوطنا الأمامية لا نتمركز بيها ولا أهلها هجرهم الحوثي منها وقام الحوثي بتفجيرها كما تشاهدونها دمار وبفضل الله عز وجل وبفزعة الأبطال المقاتلين تم دحرهم باسم منطقة عسكرية وباسم مقاومة باسم جبهة مزوية نشكر كل من ساهم في دحر هذه الميليشيات في معركة البارحة نشكر قبائل الشولان نشكر قبائل همدان نشكر قبائل بلينوف نشكر قبائل آل حمد نشكر كل من قاتلوا وكل من ضحوا في دحر هذه الميليشية وبإذن الله هذه المعركة يعدون لها منذ فترة طويلة وبإذن الله نغزوهم ولا نغزوهم بعدها عشرات القتلى والجرحة في صفوفهم لا تجد حجر ولا شجر ولا بيت ولا مكان لو تجد دماءهم وأشلاءهم تحت هذه الأشجار والحجار وهناك جثث لا زالت مرمية إلى الآن وعشرات القتلى منهم من تم التعرف عليه ومنهم من لم نعرفه لأنهم خارج محافظة الجوف وخسر الميليشيات خسائر فادحة في هذه الليلة وبإذن الله لن يعقب ذلك إلا الخسارة والهزيمة إذن كما سمعنا مشاهدين الكرام هذه المناطق هي التي دارت فيها المعارك العنيفة وحاولت الميليشيات الوصول إلى عنق منطقة مزوية وحاولت الميليشيات الإنقلابية تزج بأفرادها في معارك خاسرة لتعويض الخسائر التي تلقتها الميليشيات الإنقلابية في جبهات خبو الشعب وغيرها من جبهات الجوف من موقع الحزمة بمنطقة مزوية ماجد عياش لقناة يمن شباب محافظة الجوف إذن ومن محافظة الجوف إلى مأرب حيث اعترضت الدفاعات الجوية لقوة التحالف العربي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوث الإيرانية واستهدفها عاصمة المحافظة وقال مصدر عسكري منظومة الباتريوت اعترضت الصاروخين وتم تدميرهما في سماء المدينة يأتي هذا بعد أن دمرت الدفاعات الجوية صاروخا باليستيين أمس السبت قبل وصوله لهدفه في مأرب وإطلاق الميليشيات صاروخا آخر الخميس الماضي استدفى معسكر أم الريش التابع للجيش الوطني هذا وشنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا استدفى مواقع الميليشيات الحوثية الإيرانية في مدرية سرواح بغربي محافظة مأرب مصدر الميداني قال أن الجيش استدفى تجمعا للميليشيات خلف وادي الركبة على أطراف سرواح وتكبدت على إثره الميليشيات خسائر في الأرواح والعتد أما في جبهتي ميدي وحرض فقد شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارة مكثفة على مواقع ميليشيات وسط خسائر كبيرة في صفوفها وقال مراسل يمن شباب أن الطيران التحالف شن أربع غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي على تعزيزات للحوثيين في وادي حيران وغارتان على تجمعات حوثية جنوب مدينة ميدي أحبطت المقاومة الشابية في محافظة البيضاء محاولة تقدم للميليشيات الحوثي الإيرانية في مدرية ذي ناعم وقال مظر الميدانين الجيش تصدى لمحاولة تسلل الميليشيات إلى موقع الإريال أحد المواقع الاستراتيجية للمقاومة في المدرية وضعف أن الميليشي حاولت التسلل إلى الموقع تحت تغطية نارية كثيفة بقضائف الدبابة ومدافع الهونات أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح أن الحكومة الشرعية حققت إنجازا كبيرا على صعيد استعادة الدولة وبسط سيطرتها على 85% من الأراضي في البلاد بعد ثلاث سنوات من القتال ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية وقال محسن في حوارنا صحفي مع جريدة عكادي السعودية أن ما يجري في اليمن هو صراع كبير ويسادف اليمن والمنطقة والجزيرة العربية بشكل عام والخليج العربي وهو مشروع إيراني متكامل منذ بدء تصدير الثورة الإيرانية وفي تعليقه للأحداث الأخيرة في عدن قال الفريق محسن كنا نتمنى لا يحدث ونحن مع المطالب الشعبية السلمية المشروعة ومع الحوار ولسنا مع استخدام القوة لتحقيق مكاسب سيكاسية مؤكدا أن تلك الأحداث تم تجاوزها بدعم ورعاية من السعودية وقيادة القوات المشتركة وشر الفريق محسن إلى طبيعة العمليات العسكرية الجارية في عدد من جبهة القتال مبينا على هذا الصعيد أن مأرب ستتحرر قريبا والبيضاء حققت إنجازات كبيرة وستستمر العمليات القتالية في تعز تمضي وفقا للخطة أيضا التي تم وضعها بإشراف من قيادة القوات المشتركة في الرياض قال رئيس إقليم تهامة ومحافظ المحويت صالح سميع إن نحو أربعمائة من جرح الحرب تماثلوا للشفاء وينتظرون تصريح الدخول إلى ميدي عبر منفذ الوديعة للعودة إلى جبهات القتال وأشار سميع خلال زيارة تفقدية لجرح القوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة مأرب إلى أن قيادة الإقليم وجهت مذكرة عاجلة بهذا الشأن إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي لمنح تصريح دخول لهم من منفذ الوديعة وأكد أن 267 جريحا من مقاتلي المنطقة أصبحوا معاقين إعاقة دائمة و215 لا يزالون تحت العلاج وتعهد رئيس إقليم سبق بالمضي لسعادة الدولة تحت قيادة الرئيس هادي وإقامة الدولة الاتحادية من التحالف عربية ضم عشرة دول بقيدة السعودية للتحالف بين السعودية والإمارات فقط وتلاشي دور الدول الأخرى فيما تقود الإمارات صراعا واضحا مضادا للمصالح اليمنية والسعودية عبر تقويض الحكومة الشرعية وإنشاء الأذرع المسلحة المناهضة لسلطة الشرعية في مؤشر واضح لانهيار التحالف على عكس ما هو متوقع من انهيار تحالف الحوثي مع حليف الوثيق في الانقلاب على الجمهورية والدولة المؤتمر الشعبي العام يبدو أن التحالف العربي هو أقرب للتشضي وربما بدأ فعلا بطريق التفكك تضارب المصالح السياسية والاقتصادية لقطبي التحالف الإمارات والسعودية في جنوبي اليمن ربما تكون القشة التي تفكك تحالف دعم الشرعية وتقضي على نجازاته بحسب مراقبين تقرير نشرت الواشنطن بوست قال إن حرب اليمن خرجت عن نطاق السيطرة لدرجة تواجه فيها الحلفاء ضد بعضهم في إشارة إلى قيادة الإمارات عملية انقلاب مسل على الحكومة الشرعية في عدن الإمارات التي تغلق الموانئ والمطارات وتنشو الميليشيات المسلحة وتمنع صرف المرتبات في عدن وتعرقل عمل الحكومة تحث أتباعها للانقضاض على الحكومة بسبب ترد الخدمات الحكومية فيما يكثف التحالف العربي ضغطه على القوى الشرعية للانخراط ضد الشرعية عبر القبول بإعادة قيادة الإنقلاب من أسرة صالح عبر الفاري طارق وهو الأمر الذي دفع وزارة الخارجية الكويتية لإعلان رفضها الصريح لأي تعد على الشرعية فيما حذر عضو مجلس النواب الكويتية السابق ناصر الدويلة من أن الكويت ستنسحب من التحالف واستمر في طريقه المهدد للشرعية إنعكاسه الصراع في عدن أثر مباشرة على سير العمليات العسكرية في تعز والساحل الغربي حيث انسحبت عدة ألويات من المخى عائدة إلى عدن فيما لم يتم دعم محافظة تعز المحاصرة بعتاد عسكري رغم إلان انطلاق العمليات العسكرية لتحرير المحافظة قبل أكثر من أسبوع وكانت تقارير غربية قد تحدثت أن الحوثي يعتمد على صموده منتظرا انهيار التحالف أكثر من اعتباده على القوات العسكرية فهل يتلافى التحالف العربي خطورة الصراعات المسلحة على السلطة الشرعية أم يستمر في ذلك تمهيدا لشل حكومة الرئيس هادي إذانا بانتهاء عمليات التحالف بسيطرة الحوثي على الشمال كاملا وفصائل التحالف على الوسط والجنوب والشرق بحسب تقارير مطلعة فإن دعم الحركات الانفصالية والجماعات المسلحة في الجنوب وتعز واستهداف قوى الشرعية وإنشاء تشكيلات مسلحة في الشمال هي أبرز مظاهر الانحراف في مسار التحالف ما يعني فتح الباب لسلسلة واسعة من الحروب الاجتماعية والسياسية المسلحة بين مختلف الفصائل المدعومة من قبل الإمارات والتحالف العربي إلى موضوع آخر حيث دانت أحزاب اللقاء المشترك في مدرية قاطبة في محافظة الظالع اغتيال قائد كتيبة الدفاع الجوي باللواء 83 مدفعية بجبهة مريس الرائد معين عبد الشمسي وأحد مساعديه وإصابة خمسة آخرين منهم إضافة إلى إدانة استهداف قائد الكتيبة السابعة باللواء 33 مدرع العقيد طاهر مسعد العقلة وقال المشترك في بيان أن تلك الأعمال الإرهابية لا تخدم صوى ميليشيات الحوثي دعاية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المدرية بالكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة وطلب مشترك قاطب الأجهزة الأمنية والألوية العسكرية في المدرية بالتكاتف والتعاون وتوحيد كافة الجهود في تحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام الحوادث الإرهابية التي أصبحت أحد معاول الميليشيات الإنقلابية في إثارة الفوضى في المناطق المحررة حرب الميليشيات الحوثية الإيرانية على التعليم مستمر بدافع تدمير المنبع الأساسي الذي حرر البلاد من الإمامة الغاشمة فالميليشيات تعتبر التعليم تهديداً لها يعيق إمكانية إعادة فرض الإمامة الغاشمة وقد لجأت مؤخراً إلى منع الكتاب عن المدارس جيل كامل بلا تعليم هكذا يراد لفتية اليمن وأطفالها أن يفقدوا مصدر تعليمهم الوحيد فالعلم خطر على الجماعات المسلحة المبنية على قطيع من الأميين والجهلة لم يكتفي الحوثيون بتدمير حاضر البلاد فراحوا ينشرون خرابهم للمستقبل القريب ومن تدمير التعليم يسلكون طريقهم إلى السلطة والتسلط على المجتمع الغارق بمآسيه في زمن لا دولة باتت مدارس الحديدة بلا كتاب فبعد أن حرفت الجماعة مناهج التعليم وفرضت ثقافتها بالقوة على برامج تلك المدارس حرم المعلم من راتبه والطالب من كتابه ليدفع الجميع إلى مستنقع الجهل والأمية حتى يتمكنوا من حكم الناس وإرهابهم آلاف الطلاب في الحديدة باتوا يخوضون رحلة طويلة من البحث عن الكتاب المدرسي الذي غاب عن مخازن المدارس والمؤسسات التعليمية فمنهم من يشتريها من أرصفة الطرقات ومنهم من يكمل عامه دون كتاب ولا معلم ولا تعليم الكل ناجح في حقبة الحوفيين والالتحاق بصفوف الجماعة يمنحك الدرجات العالية دون الحضور إلى المدرسة حتى المدارس الخاصة لم تسلم من بطش الحوثيين فراحوا يفرضون عليها مشرفين لطمس ثقافة الطلاب وآخرين وضعوا أيديهم على أموال تلك المدارس وإيراداتها وتلك ليست شواهد عابرة أو أخطاء ارتكبت دون قصد بل سياسة ممنهجة هدفها الوحيد صناعة جيل جاهل وراضخ لهيمنة الميليشيات دانت منظمة سام للحقوق والحريات اصدار ميليشيات الحوث الإيرانية وعبر المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء حكما بالإعدام على ثلاثة مدنيين بينهم امرأة بتهمة التخابر والعمل لصالح السعودية والإمارات وحضرت المنظمة في بيان من استخدام الجهاز القضائي غطاء لإعدام مختطفين في سجون الميليشيات مضى على بعضهم أكثر من عامين وأكدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان صحفي عدم شرعية جلسة المحكمة التي انعقدت ثلاثاء الماضي برئاسة القاضي محمد مفلح والتي أصدرت فيها حكما بالإعدام تعزيرا على المواطنين أسماء ماطر العميسي وسعيد محفوظ الرويشد وأحمد عبدالله باوزير بالإضافة إلى الحكم على ماطر محمد العميسي والد أسماء العميسي بالسجن مدة 15 عاما ومصادرة كافة المطبوطات المتعلقة بهذه القضية يجري العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال إنشاء المحطة الغازية في مأرب والتي ستمد المحافظة بالطاقة الكهربائية بقدرة 200 ميجاوات بخطوات متسارعة تحاقق السلطة المحلية بمأرب نجاحا كبيرا في المشاريع التنموية كافة إذ تعمل بكل جهد من أجل إنجاز مشروع ربط كهرباء مأرب من المحطة الغازية بصافر في موعده المحدد حيث تفقد وكيل محافظة مأرب الأستاذ عبدالله الباكري محطة كهرباء صافر الغازية ومعه مدير المشروع وعدد من المختصين للإطلاع على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية الإنجاز يفوق 90% وهذا يدل على أن الشركة الاستشارية يسجل لها الشكر أيضا في متابعة الإنجاز وكذا الشركات المقاولة الباطلة شركة بن هيان وأبو ناب تعمل بوتيرة عالية سيتم إن شاء الله تعالى استكمال العمل في المحطة وفي خطوط نقل التيار الكهربائي بنهاية شهر مارس وخلال الشهور الباضية تم الانتهاء من عمليات تركيب المعدات من إنشاء الأبراج التي تنقل خطوط الطاقة الكهربائية من صافر إلى محطة مائربة تحويلية وكذلك الأعمال الإنشائية وعملية الربط في المحطة خلال المراحل الأولى وتجهيزها لبدء التشغيل التجريبي للمحطة لسبوع الجاي نبدأ مرحلة الاختبارات تابعة الأجهزة والمحولات إن شاء الله بإذن الله بنبدأ تعبيت زيت القدرة التوليدية للمحولات كل محول يعطيه ماكسيمم مائة ميجا واط فعندنا عدد اثنين محولات وبالتالي يبا يعطينا مائتين ميجا هذه المحطة سيتم العمل النهائي بها نهاية مائرس المقبل إذ أنها ستعمل على حل كثير من الإشكاليات التي تواجه المواطنين خصوصا مع دخول فصل الصيف وارتفاع نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب التوسع العمراني الذي تشهده المحافظة كخطوة أولى يتم الانتهاء من تركيب المعدات الكهربائية لتليها مرحلة الاختبارات التجريبية بمحطة صافر الغازية من أجل تزويد كهرباء مأرب بقدرة استيعابية تصل إلى 200 مقاوات رشاد النواري يمن شباب مأرب صحيا قالت منظمة الصحة العالمية أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض الديفتيريا في اليمن تراجعت إلى ما نسبته 6.5% وأكدت المنظمة أن التراجع المحقق يعود إلى نشر فرق الاستجابة السريعة وحملة تلقيح الأطفال دون سنة السابعة والتي أجريت خلال شهرين نوفمبر وديسمبر وفقا لما قاله ممثلها في اليمن نيفيو زاكاريا عبر مكالمة هاتفية للصحفي هنا في جينيف لكن المسؤول الدولي أشار إلى أن الوباء مستمر في الانتشار إلى محافظات أخرى بسبب انهيار النظام الصحي في اليمن وتدهور الأوضاع المعاشية للسكان وأضاف أن العدد الحالي للحالات المشتبه إصابتها بالمرض بلغ 914 حالة مع 59 وفاء مرتبطة بذلك تعيش عشرات الأسر في حضر موت معاناة كبيرة جراء تعثر مشروع شبكة المياه وصرف الصحي لوحدة سكانية تضم 400 شقة في ربوة خلف في المكلة القضاء على أزمة السكن في مدينة المكلة بمحافظة حضر موت تحول من نعمة للمستفيدين إلى نقمة في ظل إهمال مكتب الأشغال العامة والطرق استكمال مشروع شبكة المياه بوحدة 400 شقة بربوة خلف وهو الأمر الذي تسبب في استمرار المعاناة لعشرات الأسر بالوحدة على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم قبل عدة أشهر برعاية محافظة المحافظة اللواء الركن فرج البحسني والذي بموجبها تكفلت السلطة المحلية بتمويل استكمال مشروع شبكة المياه بالوحدة بكلفة بلغت 39 مليون ريال مشروع المه لا زال متعثر رغم أن اللواء الركن المحافظ يقوم بمجهود كبير لإنجاز هذا المشروع وأعطاه قدمة للمقاول 19 مليون لتنفيذ هذا المشروع إلا أن هناك مماطلة واضحة من قبل مكتب الأشغال لتنفيذ هذا المشروع وإكماله هذه المعاناة لم تقتصر على شبكة المياه فحسب بل امتدت لتشمل الصرف الصحي والكهرباء فبعد إن قام أهالي الوحدة بإمداد شبكة الصرف الصحي على نفقتهم الشخصية إلا أنهم لم يجدوا تجاوبا من الجهات المعنية لاستكمال عمليتي الربط والإمداد ما ضاعف من معاناتهم التي نتجت عن التجاهل والإهمال هناك عقبات كبيرة تعترض لإنجاز هذا المشروع وقد وجهنا عدة رسائل للمحافظة ولكن للأسف الشديد لم نجد إلى الآن استجابة ورغم ذلك فإن الصبر هو السلاح الذي يشهره أهالي أربعمائة شقة في وجه معاناتهم ومع صبرهم فهم يعقدون آمالا عريضة على قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة باللواء الركن البحسني الذي يرونه أبا وراعيا لكل أبناء المحافظة والذي لن يتوانى عن التخفيف من وطأة ما يعانيه المواطن والأيام القادمة كفيلة لتثبت بأن البحسني لن يخيب الضنون معتزل نقيب لقناة يمن شباب المكلة نهاية النشرة تابعتوا فيها في عاشر أيام العملية العسكرية الجيش يقترب من قطع طريق تاعز الحديدة ويتقدم في عدد من جبهات القتال بشمال وشرق المدينة مصرع أكثر من عشرين حوثيا بينهم ثلاثة من القيادات في كسر الجيش هجوما للميليشيات على المتون في محافظة الجوف كما تابعتم أيضا الدفاعات الجوية للتحالف تعترض صاروخين باليستي أين أطلقتهم الميليشي الإيرانية على محافظة مأرب نشكلكم طيبة المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر